اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رهام حساب طاقة الإزم حرف الراء حرف ماء مؤنث طاقته مئتان ثلاث درجات حرف الهاء حرف النار مذكر طاقته خمسة إثنى عشر درجة حرف الألف حرف النار مذكر طاقته واحد واحد وعشرون درجة حرف الميم حرف ناري مؤنث طاقته أربعون ستة عشر درجة رهام اسم طاقته رقم ثلاثة طبعه ماء في مظهره ناري في جوهره جنس حروف اسمك متساوي الطاقة أي طاقة الأنوثة متساوية مع طاقة الذكورة البرج من خلال الاسم هو برج القوس يناسبه برج الجوزاء الكوكب المسيطر كوكب المشتري يوم السعد الخميس اللون المفضل الأخضر والأسود الحجر المناسب الفيروز الصورة القرآنية المناسبة والمستخلصة من خلال الاسم هي صورة الكهف أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك يا الله يا مصور يا غفار يا فتاح يا قابض يا لطيف يا عظيم يا مجيد يا وكيل يا قيوم يا ماجد يا عفو يا نافع صفاتك من خلال حروف اسمك أنت فتاة لطيفة عاطفية ودودة بشوشة اجتماعية ومحبة للتواصل وإقامة العلاقات الناجحة تهتمينا بمشاكل الأسرة وتسعينا للحفاظ عليها محبوبة كتومة للأسرار جذابة وملفتة للأنظار مبدعة ويلفت نظرك كل ما هو جميل ماهرة ومطقنة في عملك تحسنين تسيير الأمور وتجيدين التخطيط لها ذكية خجولة متواضعة تعانينا من مشاكل عاطفية طيبة القلب حساسة جدا وتتصرفين بغضب وعنفوانية تقدمين تضحيات كبيرة لأجل الحفاظ على أسرتك وتقدمين مساعدات كثيرة وفي بعض الأحيان تتنازلين عن حقوقك ولا تتلقين الدعم من أحد تتعرضين للاستغلال من طرف شريك حياتك لديك نحوسات بالعمل والزواج حياتك العاطفية متأزمة وتصادفك مشاكل وخلافات وعراقيل قد ينجم عنها انهيار للعلاقة الزوجية محسودة وتصادفك عدوات من المجتمع المحيط بك تملكينا حاسة سادسة قوية ولديك روحانية كبيرة في اسمك أنت مبدع في أفكارك وفنان في أعمالك ويؤلمك قلة الحظ في حياتك طاقة اسمك رقم ثلاثة متصل بكوكب المشتري كوكب الفرح والمرح والفراء من تأثيرات هذا الرقم على حياتك أنك إنسانة مضيافة كريمة متفائلة ذات تفكير منتج منتجة وناجحة قادرة على التعبير والتواصل تكرهين الملل والروتين في أمس الحاجة إلى التعبير عما في داخلك برجك على الاسم هو برج القوس وهو برج الناري أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج الحمل أو برج العذراء أو برج الجدي من تأثيرات البرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسانة كريمة طيبة القلب صافية النية شديدة الغضب كثيرة الصداع حلوة الكلام كثيرة التفكير قليلة النوم والحظ قنوعة عنيدة ولا تحترمين آراء الآخرين تتعاملين مع الآخرين بصدق وتكرهين الكذب مدبرا في جميع أمورك يناسبك من المعادن معدن الذهب تحملين عنصريني فقط في اسمك عنصر الماء وعنصر النار وهما عنصراني متضادان ولا يتفقان وهذا ما يسبب لك الخلافات والمشاكل في حياتك العملية والزوجية تحملين طاقة رائعة في اسمك لكنك لا تنالين مرادك إلا بعد تعب كبير ومشقة تحملين حرف التعب والفراق في اسمك تبدأين في مصارعة الظروف الصعبة والمشاكل في بداية سن الثلاثين ومسؤولية الأسرة تكون ملقاة على كتفك وتتعبك كثيرا تحملين حرف المال في اسمك وتكون أمورك المادية جيدة بإذن الله هذا فيما يخص الاسم وينطبق على كل فتاة تدعى رهام والآن سأعطي بعض النصائح الخاصة لمن طلبت تحليل الاسم إليك بعض النصائح التي قد تغير حياتك إلى الأحسن كوني قوية الشخصية فالرجل يعشق المرأة القوية ويكره المرأة الضعيفة أعيدي دراسة وتخطيط حياتك وابدئي من جديد تخلصي من كل ما هو قديم من أثاث ولباس فهو يحمل طاقة سلبية تدمر حياتك أشطفي نفسك وبيتك بالملح الخشن وماء السدر وذلك يعطيك طاقة إيجابية هائلة تخلي عن العصبية والتوتر وتحلي بصفات الأنوثة التي تحمل بين طياتها حسن المعاملة فالرجل طفل كبير والمرأة الذكية هي من تصل إلى هذا الطفل في داخل الرجل وتعامله كما يحب أن يعامل إذا استطعت أن تغيري اسمك إلى اسم عليمة فهذا يغير حياتك مئة وثمانون درجة لا تتنازلي عن حقوقك ولكن لا تأخذيها بالسيطرة والتسلط اهتمي بنفسك وبجمالك وبزوجك وببيتك وغيري تفكيرك إلى الأحسن وابدعي في خلقي وجذبي كل ما هو جميل لحياتك فأنت لم تستغلي طاقتك بعد لا تستسلمي قاومي وحافظي على زوجك وأولادك واستعملي سلاح المرأة الذكاء والدهاء والدموع فهي سلاح فتاك وإن لزم الأمر ووقع الطلاق لا سمح الله فهذه ليست نهاية الحياة بل هي نقطة تحول في حياتك إن أبغض الحلال عند الله الطلاق وإذا كان للطلاق سلبيات كثيرة فله كذلك إيجابيات وتفكيرك في مسألة الطلاق في حد ذاته أو الخوف من الطلاق يجلب لك الكثير من المشاكل فكري في تحسين العلاقة وعملي على نجاحها وحتما ستنجحين لأنك قادر على الإبداع والله أعلم والله الموفق ترجمة نانسي قنقر